أكثر من 64 يوما مضت ولتزال التظاهرات مستمرة في إيران وكأنها عود ثقاب أشعل النار في هشيم المجتمع الإيراني هذا الذي يبدو أنه كان مستعدا وينتظر للانعطاق من سلطة لطالما اتهمت بالقمع والعنف وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيها عادت قضية مقتل مهسة أميني للواجهة موجة قمع نفذتها السلطة وسط أزمات اقتصادية تفاقمت بشكل أكبر مع دعم إيران للنظام السوري وتفضيلها تمويل الميليشيات في العراق واليمن والمضي ببرنامجها النووي والصاروخي على حساب الشعب الذي يتطور جوعا هذا الإهمال حول رموز النظام بغطائها الديني إلى رموز قمع ودم في يوم يحيي الإيرانيون ذكراه بما بات يعرف بالجمعة الدامية حيث قتل حوالي 66 مدنيا وأصيب أكثر من مئة آخرين داخل وخارج مسجدا في محافظة سيستان بلوشستان وفقا لمنظمات حقوق الإنسان وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه المجزرة التي وقعت في الثلاثين من أيلول الماضي هي نتاج التمييز الطائفي والعرقي الذي تتبعه السلطات ضد مناهضيها وزادت وطيرته منذ عام 2019 على الصعيد الرسمي تتهم السلطات الإيرانية الاحتجاجة بتلقي دعم من الخارج وتحمل دولا بعينها المسؤولية بتصاعدها في وقت تسابق العديد من قادة الجيش والحرس الثوري للإعلان بأنهم ينتظرون أمر المرشد للنزول لإخماد التظاهرات تصريحات يقول موقع صوت إيران المعارض إنها ليست مستغربة فلطالما عكف النظام الإيراني بإلقاء اللوم في إخفاقاته على الآخرين الذين لم يقوموا بالمحصلة باعتقال وقتل مهسى أميني وهي الجريمة التي أدت إلى انهيار كان متوقعا منذ سنوات عديدة بسبب فساد النظام نفسه وسوء إدارته واستبداده